نقطة تانية عقب ذلك اتلاق من يوم 21 أكتوبر بدء فتح والسماح بدخول المساعدات كانت هناك ضغوط مستمرة من الدولة المصرية والعديد من المؤسسات الموجودة على زيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول التحالف ما اكتفاش بالمئة وتمانية شاحنة ولكن كان هناك فريق آخر يعمل في المحافظات المختلفة على استمرار جمع وتجهيز المساعدات من اجل تقديم كل ما يمكن تقديمه من المواطين المصريين لصالح ضحايا غزة اشتغلنا وبدأ عندنا كمان الاسبوع الماضي كان عندنا جسر متواصل نتحدث عن ما يقرب من 50 شاحنة يوميا تتحرك من القاهرة لخدمة القضية الفلسطينية شاحنات محملة بألاف الأطنان من المساعدات الدوائية المساعدات الغذائية نتحدث عن المياه تحدث عن كل ما يمكن ان يتم تقديمه وايضا ما يتم السماح بعبوره من جانب سلطات الاحتلال وده برضو تحدي تاني لان الناس بتشوف الصورة النهائية الخاصة بالشاحنات معرفوش ان وراء الشاحنات قصة طويلة جدا عشان الشاحنات يتجس اشتركوا في القناة